مبارح لما فتحت لايف في كتير ناس سألتني عن الصيام متقطع لذلك أيها السيدات والسادة حلقة اليوم إن شاء الله راح تكون عن الصيام متقطع تابعوه وخليكم معنا أولا الله عز وجل شرع لنا الصيام حتى تأكل فترة معينة وتتوقف عن الأكل فترة معينة والإنسان القديم ما كان عنده تلاجي بالبيت طبعا وكان يعتمد على الصيد ويتعب حتى يصطاد ويشوي وياكل بعدين يدخل بمرحلة جوع تاني وهي أهم أسباب صحة أجسام الأجيال القديمة هل مع وجود تلاجي بالبيت صار أينب ما بدنا ناكل وهذا الشيء بيخلي الجهاز الهضمي وتابعوه تقريبا شغال على مدار الساعة ولذلك الصيام متقطع ما هو يبصير بين حالتين لا هو أكل مستمر على مدار الساعة ولا هو جوع أيام وليالي لكن شو بصير للجسم لنحن لما نحن متوقف عن الأكل أرجوك سجل معي ما يلي تحسن وظائف المخ وزيرة التركيز وتقليل نسبة الأمراض العقلية من 30% ل40% انخفاض التهابات القلب انخفاض الإصابة بتصلب الشرايين والضغط المرتفع راح يهدى وينزل احتراق الدهون وضبط معدل الليبتن وهو الهرمون اللي بيعطي إشارة للمخ بالجوع ولذلك نحن برمضان عند ثالث يوم ولا رابع يوم ما علي تحس بالجوع لأنه هذا الهرمون ضبط وانضبط عندك انخفاض التهابات الجسم بنسبة كبيرة تحسن المناعة في الجسم في عندك أيضا زيادة كفاءة الكبد ديتوكس للجسم بشكل عام وينشط الخلايا المناعية أقل وقت لصيام متقطع هو 12 ساعة وأكثر وقت هو ثلاثة أيام والإنسان الطبيعي بكفيه 12 ساعة أساسا أنت عندك من 6 إلى 7 ساعات أنت أساسا نايم فيها أما الإنسان المريض لازم من 14 إلى 16 ساعة صيام أهم خلاصة الصيام متقطع تعتمد على ثلاث أشياء أولا تحويل من حرق غلوكوز لحرق دهون يعني كيتو خفيف لما يبدأ الجسم لا يلاقي مهزوم في الكبد يبدأ يحرق الدهون فيبدأ التبديل بدل ما يحرق السكر يحرق الدهون حتى يعطيك طاقة وهذا الكيتو الخفيف يخفض نسبة الالتهاب عندك نسبة 40% وعندك المناعة زادت ويزيد هرمون النمو بنسبة 2000% وعضلات جسمك تتحسن اثنين حرق الدهون بما أن الكبد يخذونه انتهى تلقائيا تحول لحرق الدهون وهذا يعني انخفاض بالوزن ثلاثة الالتهام الزاتي ولما الجسم لا يدخل لو أكل بفترة الصيام يصير يدور بالمستودعات وهون سيشوف الخلايا التعبانة يكسرها ويحولها لفيتامينات ومعادن وبروتينات لأنه محتاج خلايا السرطانية خلايا مناعية هرمية أي شيء يكسره يحوله لذلك الجسم يجدد نفسه بنفسه وتلاحظ تحسين ملحوظ في خلايا البشرة طيب كيف رح نستفيد من الصيام وتقطع بأقوى استفادة التكرار تخلي يوم بالاسبوع تتوقف عن الأكل بشكل كامل المشي أو السباحة أو تمارين خفيفة وقت الصيام شرب الشاي والقهوة أو الشاي الأخضر بخصوصها وخلاصة الموضوع الصيام وتقطع مضاد للشيخوخة يمنع الالتهابات علاج السكر تقليل الضغط ويريح القلب وينظف الشرين والمخ ويبعد عن الزهايمر ويبعد السرطانات ويجدد الخلايا وينزل وزن وصحتك بتصير على العالم وأخيرا إذا عجبكم الموضوع للفيديو حطونا أعجاب وشاركوه بين الأصحاب ولا تنسونا من دعمكم ودعواتكم سلام سلام